فدلوقت كل الناس اللي بصة للنادي الاهلي بصى للنادي الاهلي بعيد بعيد حتة بعيدة يعني اخر الاستوديو اخر استوديو ده بعيد برضو بعيد فلما اجيب وص الحد بعيد مش عارف ده وصله طب اعمل ايه اعمل ايه قعد اتتكلم 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 ده اقدر همش عارف ايه ده مدير فني ايه ده لعيبة ايه ده جمهور ايه ده كذا ايه ولكن في النهاية بتجد ترابط غريب جدا وترابط شديد جدا وحب ما بين الجمهور آه ساعات بالمناسبة الجمهور بينتقد اللاعبين الجمهور بينتقد المدير الفني الجمهور بينتقد الإدارة على قلبنا زي العسل على قلبنا بيبقى حاجة كويسة جدا إن إحنا جمهورنا بيننا وبن بعد كده نقعد نتكلم ونتكلم معاهم ونقول لهم يا جماعة ما فيش مشكلة كل الناس اللي إحنا بنتكلم عنهم دول اللي هو مجلس ودارة النادي الأهلي جهاز الفني للنادي الأهلي لعبي للنادي الأهلي كل الناس دي بتشتغل عشان مين إحنا هنا بتشتغل عشان مين علشان حد تاني مثلا أو المفروض بنا نطلع أتكلم هنا عن مين فقرات الأهلي أتكلم عن مين عن ريال مدريد مثلا ولا عن مين أنا مش فاهم عمري ما هتكلم عن حد تاني والله لما تعمله إيه عمري ما هتكلم عن حد تاني اللي عايز يقول حاجة يقولها واللي عايز يعمل حاجة يقولها زي ما قلت لحضراتكم البعيد دايماً أنا عايز يعمل أي حاجة ما هو أنا عندي جوية حقد وغل رياضي طبعاً أنا لا أقصد شيء آخر أنا بقصد إن حقد وغل رياضي يخليك عايز عايزك تشده لتحت كده تشده لتحت عايزك إنه مش قادر. عايز توصله. يعني أنا مسلاً عايز أوصل للسقف اللي فوق ده. فعايز أعمل به عشان أوصل للسقف ده. طب مش المفروض لأي حد في الدنيا بيفكر حيعمليه. حيجيب سلم ويطلع السلمة واحدة 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 واحدة, ده لو السقف فضل مكانه. السقف عمره ماùng навصح المكانو يا جماعة. الندي الأهلي دايماً بيعلم. الندي الأهلي دايماً بيبعد. الندي الأهلي دايماً بياخد دوري بياخد كاس بياخد بطولة أفريقية ايه تاني سوبر أفريقي سوبر محلي افتكر كده من بعض من لا يشجع نادي الأهلي افتكروا كده هتلاقوا ان انتوا كل ما هتيجي تقربوا هتيجي تعملوا كده هتلاقوا ايه صراب صراب لانه بعيد نادي الأهلي في حتة تانية نادي الأهلي في منطقة اخرى ومش انا برضو اللي بقول الكلام ده مش انا كل من وطبعا مش كل اللي بيشجع نادي الأهلي بيقول الكلام ده لكن كمان كل اللي بيشجع نادي الأهلي دايما بيتكلم بلغة الأرقام والأرقام لا تكذب ولا تتجمل الأرقام ما بتجذبش ومتتجملش يعني عمرنا ما شفنا واحد زائد واحد هل عمرنا في حياتنا شفنا واحد زائد واحد يسوي تلاتة حد يقول لي عمرها ما حصلت فهو واحد زائد واحد يسوي اتنين 41 دوري يعني ايه يعني 41 دوري ما يبقوش 42 ما يبقوش 39 ولا 40 41 هم 41 وانت معدي كده من قدام الدولاب بطولات النادي الاهلي اللي موجود في النادي هتلاقي الدوري 41 فمشانا يا جماعة اللي بقول الكاس حاجة و 30 بطولة افريقيا شوف كم مرة بطولة السوبر الافريقي شوف كم مرة فدايما ببقى عايزة نشد النادي الاهلي فكل ما اجا اوصل الواجهة عامل كده عامل يعمل كده يجي يمسك يلاقي فوق الدنيا فاضية يجي بص تاني كده يلاقي ان الاهلي بعيد هو هيفضل يبعد كده اه هنفضل نبعد كده لان هناك ادارة محترمة وادارة احترافية دائما ما تساعد اذا كان هناك خلل الكل بيعترف بالخلل بالمناسبة اذا كان هناك خلل انا بتكلم هنا على فريق كورة اذا كان هناك خلل الكل بيعترف بالخلل ده بما فيه ما احنا هنا في قناة النادي الاهلي او في ملعب الاهلي وفي استوديو اي مباراة بنعترف بالخلل وفورا ولكن هو ده الاحتراف ان انا اعترف ان انا عندي مشكلة في اسلام فخلاص لازم اجيب بديل لإسلام او لازم اجيب حد مكانه فالعموما هي دي اللغة الاحترافية التي تتعامل بها مؤسسة النادي الاهلي مؤسسة النادي الاهلي لكن الناس كلها لما بتيجي تتكلم عن النادي الاهلي بتتكلم عن ان النادي الاهلي مؤسسة احترافية دائما لما كان حد بيجي يسألني يقول له ايه النادي الاهلي اقرب الاندية لتطبيق النظام الاحتراف الاوروبي في مصر ده حقيقي على فكرة ممكن تسألو بلاش يقول لكم اسألونا انا اسألو اي حد من اللاعب جوى النادي الاهلي ولعب في اندية اخرى